وايضا المجلس الاعلى للجامعات حدد لنا بدء العام الدراسي طبعا ولادنا هيجيوا لك الاجازة قلتت ولا ايه احنا لسه في شهر ستة بس بدء العام الدراسي هيبقى بعد ثلاث شهور بالزبط من الان يوم واحد وعشرين سبتمبر واحد وعشرين سبتمبر بإذن الله ده بدء العام الدراسي في جامعات مصر الفصل الاول امتحانات الترم الاول هتبقى في تلاتة وعشرين يناير امتحانات الترم الاول تلاتة وعشرين يناير يبقى هنرجع الجامعات يوم واحد وعشرين سبتمبر اتمنى بقى اه زبط اجاستك والحاضر يعلم الغايب وما فيش بقى اللي هو انظام هنرجع واحد اكتوبر والكلام ده الجامعات بتقولك واحد وعشرين سبتمبر وعادة بتبقى المدارس في هذه الاسناء يعني ممكن المدرسة يوم خمستاشر ستاشر العام الدراسي بس لسه وزارة التربية والتعليم ما طلعتش بيان رسمي بتحديد موعيد بدء العام الدراسي ترجمة نانسي قنقر